استقبل الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار وأوضح المتحدث باسم الأمين العام بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجاري في سودان بما في ذلك الوضع الميداني والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن في العاصمة الخرطوم فضلا عن الوضع الإنساني الكارثي الذي نتج عن الاقتطال الدائر شكرا